فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابنا الصائمين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نتابع معكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فتاوى رمضانية من قناة حلب اليوم لنجيب على أسئلتكم واستفسارتكم سؤال يقول ما حكم قطرة العين وقطرة الأذن في رمضان يعني بالنسبة للصائم وكانه أريد أن يسأل أنه هل استخدام قطرة العين أو قطرة الأذن تفسداني الصيام أخوانا أنا أمهد بأنه كثير من المسائل التي نقلت عن فقهائنا السابقين وربما أجابوا إجابات مختلفة عنها فإنما أجابوا بحدود علمهم أو فيما وصل إليه علمهم في ذلك الزمان وبعض هذه القضايا الآن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص من الأطباء ربما صدرت فتاوى عن بعض المجامع الفقهية من خلال أو بعد دراسات اشترك فيها فقهاء وأطباء مسلمون وانتهوا في بعض الحالات إلى أن كثير من الصور التي كان الفقهاء القدامى يقولون إنها مفطرة انتهى المعاصرون إلى القول إنها ليست مفطرة والقضية مرتبطة بما كان يعتبر عند الفقهاء القدامى منفذا إلى الجوف أو لا يعتبر طبعا كما قلنا هم معذورون فيما أداهم إليه علمهم الذي نفتي به الآن أنه لا قطرة العين ولا قطرة الأذن لا هذه ولا هذه تفسد الصيام إن شاء الله تعالى أما قطرة العين لأن القطرة حقيقة توضع في الخارج وهذا مثاله مثال المتوضع أو المغتسل يتوضع ويغسل عينه وربما يرشح شيء من الماء إلى الحلق من حيث لا يدري هذا معفوا عنه قالوا وكذلك قطرة العين إذا احتاج لها كذلك هي معفوا عنها ولا حرج في ذلك بل قالوا حتى لو وجد طعمها في حلقه يعني قياسا على استخدام الكحل في حال الصيام وهذا جائز كذلك قطرة الأذن أيضا الآن العلماء يقولون أن هناك غشان يعني يفصل الخارج عن الداخل وبالتالي استخدام قطرة الأذن لا تفسد الصيام إن شاء الله طبعا ما احترامنا وتقديرنا لما نقل عن الفقهاء القدامى في مختلف المذاهب في هذه القضية سؤال يقول ما حكم إبرة العضل وكذلك السيروم المغذي وبخاخ الربو والقصطرة البولية يعني ربما هذه كل من المسائل المستجدة أو ربما كان بعضها قديما وللفقهاء فيه كلام لكن نقول هذه الصور يعني أجاب عنها الفقهاء المعاصرون أولا إبرة العضل وهي إبرة دوائية هذه الإبرة لا حرج فيها ولا تفسد الصيام خصوصا عندما يحتاج إليها الإنسان وهو قادر على أن يتابع الصيام مع استخدام هذه الإبرة صحيح أنها إبرة دوائية لكنها دخلت من منفذ غير مفتوح كونه أعطيت في العضل أو حتى لو في الوب فخذ أو حتى في اليد أو في الوريد هذه الإبرة الدوائية لا تفسد الصيام لكن إذا تكلمنا عن الإبرة المغذية نحن نتكلم الآن عن كمية من السوائل في بعض الحالات بعض المرضى يمنعون لحالة مرضية معينة يمنعون من تناول أي شيء في الفم فهذا المسكين أو هذا المريض يقول يا أخي أنا صائم عمليا لكن كل ما هناك أنهم يعطونه هذا السائل المغذي عبارة عن وحدة لتر أو نصف لتر من السوائل فيها شيء من الأملاح وما أدري أحيانا يكون فيها شيء من السكر فهل هذا يعتبر مفسدا للصيام يعني إذا نظرنا أو قسنا الإبرة المغذية على الإبرة الدوائية يمكن أن نقول إنها لا تفسد الصيام لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح أو غير نافذ إلى الجوف أو لا يتصل مباشرة إلى الجهاز الهضمي لكن وجد نظر أخرى أن هذا الإنسان صحيح أنه ممنوع من الطعام والشرام لكن هذه الإبرة المغذية أو هذا السائل المغذي قام بالنسبة له مقام الطعام والشرام وقد يبقى على ذلك أياما أضف إلى ذلك أنه أصلا في حالة مرضية تبيح له الفطر والله أعلم فالأحوط أن نعتبر أن الإبرة المغذية مفطرة وبالتالي يفطر ويقضي فيما بعد بخاخ الربو من المسائل المستجدة وربما كثر الخلاف فيه لكن أنا سمعت من بعض شيوخنا أنه يفتي بعدم اعتبار البخاخ مفطرا لا يعتبره مفطرا وصرت أميل إلى هذا القول وله أسباب الحقيقة أنه في كثير من الناس يستطيع الصيام لكن ربما يحتاج استخدام هذا البخاخ في النهار مرة أصحاب الأزمة أو الربو يقول أنا أستطيع الصيام مع استخدام هذا البخاخ هذا البخاخ أخوانا هو صحيح أنه فيه هواء مضغوط أو أكسجين مضغوط لكن يرافقه شيء من الدواء لو نظرنا إلى الدواء لقلنا هذه مادة تدخل إلى الجوف لكن الحقيقة أنه أولا كمية الدواء قليلة جدا ثانيا أنه هذا الدواء يذهب مع الهوى عند الضغط يذهب إلى مجرى النفس وليس إلى مجرى الطعام وبالتالي هو لا يذهب إلى الجهاز الأرض الأمر الثالث أنه هذا المريض أو صاحب الأزمة أو الذي تليه بالربو يعني كما قال بعض زملائنا من أهل العلم قال هو يحتاج لهذا البخاخ ليعيش لا ليصوم يعني ليست قضية بالمتوقف على رمضان هو في حياته العادية في أيامه الأخرى وربما طيلة السنة يحتاج إلى مثل هذا البخاخ يعني حتى لو قلنا له أنت الآن افترط متى يقضي على كل إن انتهى قول بعض المحققين من مشايخنا وعلمائنا إلى أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام إن شاء الله تعالى القسطرة البولية ربما بعض الفقهاء القدامى قالوا إنها مفطرة واختلفوا أو خالفهم آخرون يعني أنا أستانس برأي الأطباء المعاصرين واخي هذا جهاز منفصل عن الجهاز الهضمي وبالتالي إن احتاج المريض إلى مثل هذه القسطرة فلا حرج في ذلك ولا تعتبر مفسدة للصيام إن شاء الله تعالى سؤال يقول من أحد إخواننا المهاجرين نسأل الله تعالى أن يفرج الكربة وأن يرد الناس إلى ديارهم سالمين غانمين يقول السائل هاجرت من سوريا إلى بلد بعيد يطول فيه النهار كثيرا ولا يرفع فيه الأذان كيف لي أن أصوم وأن أصلي والله إخواننا من نعم الله تعالى علينا في بلاد المسلمين أننا نسمع الأذان كل يوم خمس مرات هذه نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها وهذا السائل يعني يذكر هذا فعلا في بلاد الغرب لا يسمعون الأذان على كل ناخ الكريم وكان السؤال هنا يعني لمن يقيمون في البلاد الشمالية في شمالي أوروبا وفعلا تأتي أيام يطول النهار فيها كثيرا الذي نميل إليه طبعا المسألة محل خلاف واجتهاد لكن الذي أرتاح إليه وأفتي به في هذه المسألة أن السائل إن كان يعيش في بلد يتمايز فيه الليل والنهار بمعنى أنه تغرب الشمس ويطلع الفجر ولو كان النهار طويلا أو طويلا جدا حتى لو وصل 20 ساعة أو 21 ساعة مع ذلك نقول أنت الآن مخاطب بالصيام لأن هذا هو نهارك وذاك ليله فإن كان في بلد يتمايز فيه الليل والنهار فهو مطالب بالصيام يستعد لهذا الصيام بالسحور بطعام وشراب مناسبين ربما يسأل بعض المختصين في التغذية يعني بعض أنواع المشروبات أو الأغذية قد تعين على هذا الصيام الطويل فإذا صام أو باشر الصيام فعلا ووصل في بعض النهار أو ربما في الجزء الأخير من النهار إلى مشقة بالغة خشية على نفسه يفطر عند ذلك وليس من أول النهار إذن هو لابد أن يصوم لابد أن ينوي ويمسك ويصبح صائما ويباشر الصيام فإن استطاع إتمام النهار فبها وإلا فإن وصل إلى مرحلة من المشقة البالغة التي لم يعد معها متابعة الصوم أو لم يعد بإمكانه معها متابعة الصوم عند ذلك يفطر ويقضي في أيام أخرى من السنة يمكن أن تكون قصيرة هذا أخوانا بالنسبة لمن يعيش في بلاد يتمايز فيها الليل والنهار لكن إذا كان يعيش في بلد لا يتمايز فيها الليل والنهار أو حتى لا تغرب الشمس وبالتالي لا يدخل عليه الليل يعني مثل هذا قالوا يمكن أن يقيس نفسه على أقرب البلاد التي يتمايز فيها الليل والنهار وهذا السؤال في شقي الأول والثاني يعني صحيح أنه لا يسمع الأذان لكن يستطيع أن يرجع إلى برامج وتقاويم موجودة ومنتشرة بفضل الله تحدد مواقية الصلوات من خلال هذه البرامج ويعتمد عليها ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى سؤال يقول ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فما المقصود بتفطير الصائم هل يشمل ذلك تقديم الماء والتمر فقط نعم أخوان أول شيء هذا من فضائل رمضان ومما يندب للصائم في رمضان أنه يحرص على تفطير الصائمين الآخرين وخصوصا أن هذا الشهر شهر المواساة وأنا أدعو أن نتفقد جيراننا وأحبابنا وإخواننا أن نتفقد الفقراء والمساكين والمحرومين وصحيح أنه من عادة الناس أن تكثر الولائم في رمضان هذا شيء طيب لكن لا ينبغي أن تقتصر هذه الولائم على الأغنياء شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويمنع منه الفقراء الغني يا أخي ما هو بحاجة إلى هذه الوليمة لكن تفقد هؤلاء الفقراء والمحرومين على كل إن انتشرت في بلادنا من العادات الطيبة تفطير الناس في المساجد تفطير الناس حتى على الطرقات كل هذا شيء طيب يكتب به أجر تفطير الصائمين بل ربما نصت بعض الأحاديث على أن أجر تفطير الصائم يناله من فطر صائما على شربة ماء أو شربة لبن أو حتى على تمرات أو رطوبات كل ذلك يحصل به أجر تفطير الصائمين إن شاء الله ونهمس أو نوجه نصيحة هنا نللسف يعني مصائبنا كثيرة في بلادنا في بلاد الشام في العراق في اليمن في مصر وليست بحاجة إلى توضيح أقول الأولى من المبالغة في الولائم ومن الإسراف في الموائد التي يقيمها كثير من الناس أن نتفقد حوائج أهلنا وإخواننا حتى يفرج الله عننا وعنهم إن شاء الله سؤال يقول تصفد الشياطين في رمضان كما جاء في الحديث فكيف يمكن التوفيق بينه وبين وقوع المعاصي من كثير من الناس في خلال رمضان هو صحيح جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائل رمضان أنه تصفد فيه الشياطين وبالتالي هي فرصة لأن يجتهد الإنسان في الطاعات وفرصة أنه فعلا يعني تقل المعصية أو تضيق أبواب المعصية ولعل هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو ربما نفس الرواية حين قال تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب قال وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب يبدو الله أعلم أن المقصود تفتح أبواب الطاعات أو تيسر أبواب الطاعات وتضيق أبواب المعاصي ومن ذلك أنه تصفد الشياطين ربما جاء في بعض الرواية تصفد فيه مردة الشياطين فهل يفهم من ذلك أنه بقي بعض الشياطين يمارس دوره أنا أقول يعني إذا كان المردة يصفدون فمن باب أولى أن يصفد عامة الشياطين لكن لا ننسى أيضا أن الشياطين الإنس لا زالوا يمارسون دورهم بل ربما قاموا بدورهم وللأسف خير قيام في محاولة إفساد عبادة الناس إفساد هذا الموسم علينا في رمضان أضف إلى ذلك أنه وساوس النفس أيضا تبقى قائمة وبالتالي قد يكون هذا مدخل آخر من مداخل المعصية في رمضان أضف إلى ذلك أنه كثير من العصاه الذين يدعون ربما بتصرفاتهم أو بمظهرهم يعني كالنساء المتبرجات وما إلى ذلك هؤلاء أيضا وللأسف يدعونا إلى المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يثبتنا رمضان مدرسة للتقوى فإذا نجحت في الحفاظ على صيامك في نهار رمضان فلعل هذا يعينك إن شاء الله على غض البصري وحفظ الفرج وكف اليد عن الأذى إن شاء الله تعالى بل إن رمضان مدرسة لتربية هذا الجانب الأخلاقي عند الإنسان ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينمه على قضايا ربما لا نفطا لها يعني مثلا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حادة في أن يدعى طعامه وشرابه إنه هذا ما أدرك حكمة الصيام ولا استفاد من هذه العبادة في حديث آخر يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كف ألسنتنا قال وإن أحد سابه أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم يعني ما نقابل الإساء بالإساءة بل نمسك ألسنتنا فكأنها مدرسة لتهديب هذه النفس مدرسة للأخلاق مدرسة للحفاظ على كل خلق جميل إن شاء الله تعالى سؤال يقول هل يجوز تأخير دفع زكاة المال إلى شهر رمضان ليكون أجرها أعظم وورد في بعض الأحاديث التي تناولت فضائل رمضان أن العبادات أو الأجور تضاعف يعني النافلة تصبح بأجر الفريضة والفريضة بأجر سبعين فيما سواه يعني وإن كان في الحديث أو في الرواية كلام ومقال لكن ربما يستأنس بها بعض أهل العلم باعتبار أنها من الفضائل لا شك إخواننا أنه رمضان يعني تعظم فيه الأجور وتزداد فيه الأجور بقدر ما يزيد الإنسان من إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى فالسؤال هنا أنه يبدو أن هذا الإنسان وجبت عليه الزكاة قبل رمضان يعني حال الحول تمت السنة القمرية على ملك النصاب وبالتالي صار مطالبا بأداء الزكاة فهو يسأل هل بالإمكان إذا وجبت علي الزكاة فرضا في شعبان أو حتى قبل شعبان في رجب أو جمادة هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان أنا أقول لا يجوز والأصل المبادرة إلى إخراج الزكاة لأن الزكاة علقت على شروط وتمت هذه الشروط فيجب المبادرة إلى إخراجها أمر آخر أن حاجة الفقير والمسكير والحوائج الأخرى الحقيقة في مصارف الزكاة الحاجة قائمة وناجزة وأحوال الأمة لا تخفى على أحد يعني إن قلت حاجة الفقراء والمساكير أو قلت حاجة يعني ابن السبيل وما أكثرهم ولا حوله ولا قوة إلا بالله أو حاجة دعم الجهاد في سبيل الله وهذا مصرف من مصارف الزكاة فكل هذه الحوائج قائمة ناجزة فلذلك أقول لا يجوز تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت قبل رمضان ويجب المبادرة إلى إخراجها بقدر الإمكان طبعا إن كان ينتظر قدوم فقير قريب أو ما إلى ذلك أو ينتظر حتى يستطيع إيصالها إلى بلد آخر منكوب من بلاد المسلمين هذا أمر آخر لكن إنه تأخيرها لمجرد انتظار قدوم رمضان أنا أقول لا ينبغي هذا لأنه سيعطل حق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين في هذه الزكاة والله أعلم سؤال يقول هل يجوز لعناصر الدفاع المدني في المناطق المحررة الإفطار في رمضان وهل تعد أعمدة الدخان التي تدخل جوفهم أثناء الإنقاذ من المفطران يعني السؤال من شقين لا شك أن هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور وهو نوع من الجهاد بالمناسبة نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يحفظهم يعرضون أنفسهم للمخاطر الشديدة وهي بحد ذاتها أعمال شاقة لكن هؤلاء نقول كما قلنا في أمثالهم من أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يستغنون عن هذه الأعمال ليست لهم موارد أخرى وهؤلاء يزيدون على أولئك بأنهم يقومون بواجب بربما واجب عيني أو كفاء على الأقل إن لم يقم به غيرهم فهؤلاء في حكم أصحاب الأعمال الشاقة يصبحون صائمين يعني ينون الصيام ويمسكون ويصومون إذا وصلوا إلى مرحلة من المشقة أو وصلوا إلى مرحلة ضعفوا معها عن القيام بواجبهم عند ذلك نقول لهم رخصة أن يفطروا في حينها وليس الإفطار من الصباح في حالة أو عند مباشرة أعمال الإنقاذ إن تعرضوا لشيء من الدخان غير المقصود فهذا لا يضرهم ولا يفسد صيامهم إن استطاعوا متابعة الصيام والله أعلم وصلنا وإياكم أيها الإخوة إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله هذا أحمد بن سعيد حوا يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة